بجدر التحية لحضراتكم قبل الفاصل قلت ان احنا عندنا النهاردة اخبار مهمة لأولياء الامور لطلاب السنوية العامة وطلبة السنوية العامة الخبر المهم او الابرز هو ان امتحانات السنوية العامة سيتم عقدها كما هو معلن من قبل الحكومة في الموعد المتفق عليه 21 يون يبقى امتحانات السنوية العامة بإذن الله تعالى يوم 21 يونيو وما فيش اي تغيير ولا تبديل ولا تأجيل وسواء اي اقتراحات من اي شخصيات كل ده على العين وعالرأس لكن خلاص الحكومة ماشية بشكل نهائي بإذن الله ان الامتحانات ستعقد يوم 21 يونيو هذا الشهر وبالتالي عايز ولادنا وبناتنا من طلاب السنوية العامة واولياء الامور يريحوا عصابهم بقى ما يعدوش يتدولوا اخبار مش اخبار هي شائعات تتعلق بالتأجيل امتحانات او كده ده بس كلام بفصل نهائي عشان نبقى احنا مأكدينه وده على مسئولية الشخصية بان الامتحانات يوم 21 يونيو ايضا سيتم اعلان نتيجة اول سنوي وتانية سنوي خلال الساعات القليلة القادمة وده خبر انا بقوله لحضراتكم ارجو برضو تب انتو عارفينه ثم يوم الاحد بعد بكرة انتظروا مؤتمر صحفي مهم للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وفي مقر مجلس الوزراء هيقول فيه كلام مهم يتعلق باجراءات امتحانات السنوية العامة ده امر بقى هو هيكلم فيه يوم الحد بعد بكرة بإذن الله لكل اولياء الامور وكل طلبة السنوية العامة ينتظروا هذا المؤتمر الصحفي المهم لكن السابت والمؤكد ان الامتحان كما هو يوم 21 يونيو عشان بقى ايه نقفل الباب ده ولا نقعد نتكلم وزي الزروة الكورونا يوم 15 يونيو فالامتحان بعدها خلاص هي الدولة خلاص جهزت نفسها امكانياتها والكل على هبة الاستعداد بالمناسبة سواء وزارة الصحة وزارة الداخلية وزارة تربيوات التعليم كل اجهزة الدولة مصخرة لاتمام امتحانات السنوية العامة بإذن الله تعالى على اكمل وقت وصلاة